ضمن جولاتها الميدانية المستمرة على المجمعات التجارية قام فريق مراقبة ترخيص الإعلانات لبلدية محافظة العاصمة بجولة رقابية مكثفة الجولة انتهت بتحرير العديد من المخالفات لترخيص الإعلانات في الوقت الذي تم فيه رصد الالتزام الكبير بتطبيق الاشتراطات الصحية من قبل أصحاب المحلات التجارية إلى هذا التقرير في ظل جولات رقابية تفتيشية مكثفة لفرق بلدية الكويت شن فريق مراقبة ترخيص الإعلانات لبلدية محافظة العاصمة حملة لمتابعة التقيدي بقانون الإعلانات وترخيصه المعتمدة الجولة سجلت تجاوزات عديدة بوضع إعلانات على واجهة المحلات من دون ترخيص معتمد من بلدية الكويت رصدنا بعض المخالفات لمنها إضافة إعلان دون ترخيص إضافة إلى التأكد من الاشتراطات الصحية ومخالفات عدة تحرير المخالفة عقوبتها طبعا من 100 دينار إلى 300 دينار وإذا أراد الصلح يدفع تقريبا 100 دينار لا إحالي تبين مخالفة المحل هي 172 على 2016 لوائح الإعلانات والمفروض أن يرخص أي إعلان من بلدية الكويت فريق الضبطية القضائية من مفتشي الإعلانات تتخذ إجراءاتهم القانونية بتحرير مخالفات عديدة الحمد لله نشوف الناس متعاونين إلينا وأصحاب المحلات وإحنا نسوي هذا حق المواطن والمغيم والاستفادة للجميع كل محل يقول له كم ترخيص ورسوم يدفع عليهم يعني ليس أي واحد يحطل أربع علانات في ترخيص حطل علانين لأن الرسوم يرخصهم كاملة وما تصير عليه ولا شيء خطوات رقبية تسير جنبا لجنب مع تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تسجل وعيا كبيرا وتقيد تام لأصحاب المحلات في حين كانت التجاوزات مقتصرة على ترخيص الإعلانات راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت